أرقام غير مسبوقة لانتهاكات حقوق الإنسان تستمر المنظمات الحقوقية بتسجيلها في اليمن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قالت في تقرير جديد لها بأنها وخلال شهر مايو الماضي تمكنت من رصد وتوثيق أكثر من 400 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم اليمن حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من كافة أطراف النزاع تمكنت اللجنة الوطنية من التحقيق والتأكد من مقتل 132 مدنيا وجرح 123 آخرين بالإضافة إلى اعتقال 44 شخصا والعشرات من حالات تدمير ممتلكات خاصة وعامة وذلك من خلال نزول ميداني للأحياء السكنية ومناطق وقوع الانتهاكات بالإضافة إلى إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا وشهود الوقائع في عدد من المحافظات كما باشرت اللجنة أعمال الرصد والتوثيق في وقائع شهدتها محافظة تعز خلال الفترة من الواحد والعشرين إلى الواحد والثلاثين من مايو 2017 أدت إلى سقوط 167 مدنيا بين قتيل وجريح نتيجة الاستهداف العشوائي للأحياء السكنية في مناطق الصالة والقاهرة والمضفر اللجنة دعت جميع الأطراف إلى وقف ما أسمتها هجمات عشوائية على السكان المدنيين وعدم تعريضهم للخطر الخطر الذي يعيش في ظله العديد من المواطنين بل وأصبح جزءا من حياتهم والتي تأمل المنظمات الحقوقية بتحييد المدنيين عنه